موسيقى مجز الأخبار من قناة تنمنا القاهرة أهلا بكم مشاهدين يرأس اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع الحكومة الأسوعي لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات الاقتصادية وكانت الحكومة قد وفقت مؤخرا على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه لا تيد قال نائب العام المستشار نبيل أحمد صادق رئيس جمعية النواب الأموم الأفارقة إن مصر تعمل بكل طاقاتها لتحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما أشار النائب العام إلى أن الإرهاب هو العدو الأول للشعوب والتنمية لافتا في الوقت ذاته لأن الجماعات الإرهابية أخذت طرق التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الإنترنت نظم حزب مستقبل وطن ندوة تثقفية بالقهرة تحت عنوان الشباب وتحديات رئاسة مصر 2030 كما نظمت أمانة الحزب القليوبية ندوة تثقفية تحت عنوان المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالإضافة إلى عقد ندوة تثقفية تحت عنوان المشاركة المجتمعية بالوادي الجديد فضلا عن تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم وصلت ميليشيات الحوثي خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربية اليمن بعد ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حيث شهدت مدينة الحديدة تبادلا لإطلاق النار بين قوات التحالف والحوثيين الذين استهدفوا شريعي صنعاء والخمسين كما شهدت مدريات حيث والتحيتاء والدريهمي تبادلا للقصف المدفعي ما أصفر عن مقتل أحد أفراد القوات اليمنية وإصابة ثلاثة آخرين في قصف للحوثيين على مواقعهم في الدريهمي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند مؤكدا على تبادل المعلومات بين أجهزة مخابرات الدولتين كما أشار ولي العهد السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء الهندي في العاصمة الهندية نيودالهي إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة مع الهند خلال العامين القادمين يبلغ مئة مليار دولار ومن جانبي أشار رئيس وزراء الهند إلى الاتفاق على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية وعلى ضرورة الضغط على الدول التي تدعم الإرهاب عبر الحدود تلتقي اليوم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي مع رئيس المفاضية الأوروبية جان كلوديون كير في بروكسل لمواصلة جهودها لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها الجانبان ولم تسفر سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولي الاتحاد وبريطانيا في الأيام الأخيرة عن انفراجة بعد رفض البرلمان اتفاقية الخروج التي توصلت إليها مي مع الاتحاد في نوفمبر الماضي يلتقي اليوم نادي الزمالك في الخامسة والنصف مساء على ملعب الجيش بالسويس بنظره طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر الدور المصري الممتاز فيما يلتقي النادي الأهل نظيره الداخلية في الثامنة مساء على ملعب السلام معقل المارد الأحمر يحتل الأهل المركز الثالثة برصيد اثنتين واربعين نقطة فيما يتربع الزمالك على عرش جدول الدوري برصيد احدى وخمسين نقطة ختم المجازر لكم موسيقى 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 موسيقى